وعقب زيارتي للمتحف المصري الكبير توجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى محطة متر أنفاق المتحف المصري الكبير لتفقد الموقف التنفيذي لأعمال إنشائها وطلب رئيس الوزراء بضرورة تكسيف الأعمال بمختلف المحطات الجاري إنشاؤها ضمن الخط الرابع لمتر الأنفاق وذلك بما يصهم في سرعة دخولها للخدمة مشيرا إلى أنه بانتهاء الأعمال الخاصة بهذه المحطات ستحدث نقلة نوعية في وسائل النقل الجماعي وفي هذا الإطار شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل على تنفيذ العديد من مشروعات النقل الجماعي التي تستهدف من خلالها توفير خدمات نقل متطورة ومميزة للمواطنين